المقاطع يريد أن نرى 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 محور الـ X والـ Y ونلف الشفاف حول محور الانعكاس نلاقي أن محور الـ Y الموجب انطبق على محور الـ X الموجب ومحور الـ X السالب انطبق على محور الـ Y السالب يعني محور الـ X الموجب صار انعكاس محور الـ Y الموجب ومحور الـ Y السالب هو صار انعكاس لمحور الـ X السالب يعني كأننا بدلنا الـ X مكان الـ Y وال-Y مكان ال-X طب لو جينا بالعكس يعني نبغى نشوف انعكاس محور ال-X الموجب ومحور ال-Y السالب حول هذا المستقيم ايش حياطينا؟ نجيب الشفاف ننسخ المستقيمين ونلفهم حول محور الانعكاس ونلاقي انه محور ال-X الموجب انطبق على محور ال-Y الموجب ومحور ال-Y السالب انطبق على محور ال-X السالب برضو كأننا بدلنا ال-X مكان ال-Y وال-Y مكان ال-X ممكن نستنتج من التجربة دي اننا عشان نعكس نقطة حول المستقيم Y الساوي X نبدل احداث ال-X مكان احداث ال-Y ونحصل على انعكاس النقطة يعني مثلا خلينا ناخذ هذه النقطتين A ناقص خمسة واثنين وB ناقص واحد واربع ونوصل بينهم الآن نبغى نجيب انعكاسهم حول المستقيم Y الساوي X انعكاس النقطة A اللي هو A شرطة هيكون نبدل ال-X مكان ال-Y وال-Y مكان ال-X معني هيكون ناقص خمسة واثنين نجي للمستوى الاحداثي ونحط النقطة اثنين وناقص خمسة وانعكاس النقطة B اللي هو B شرطة طلعوا بتبديل ال-X مكان ال-Y يعني هيكون أربعة وناقص واحد نحطه على الرسم وهنا يوصل بين النقطتين حصلنا على الانعكاس حول محور Y ساوي X خلينا نحل المثال فرسال بيقول يمثل بيانيين الشكل الرباعي J-K-L-M الذي إحداثيات رؤوسه وعطاني الإحداثيات ثم رسم صورته J شرطة K شرطة L شرطة M شرطة بالانعكاس حول المستقيم Y أو X طب أول شيء التمثيل البياني وهذا هو التمثيل البياني الآن سنرسم المستقيم Y أو X اللي هو هذا وبعدها نجيب الانعكاس حوله أول نقطة جاي اللي هي 2 و 2 انعكاسها جاي شرطة نبدل ال X مكان ال Y تطلع نفس النقطة 2 و 2 يعني إنه انعكاس النقطة هي نفسها ولو جينا للرسمة نلاقيها تقع على محور الانعكاس طيب الثاني نقطة اللي هي K 4 و 1 انعكاسها كي شرطة نبدل ال X مكان ال Y يصير 1 و 4 يحطها على الرسمة هذه النقطة 1 و 4 بعدها النقطة L اللي هي 3 و ناقص 3 انعكاسها L شرطة نبدل ال X مكان ال Y صارت ناقص 3 و 3 يعني حتكون هنا ناقص 3 و 3 بعدها النقطة M اللي هي 0 و ناقص 4 انعكاسها M شرطة هيكون ناقص 4 و 0 يعني على الرسمة ستكون هنا و نوصل بين النقاط و صار عندي انعكاس الشكل خلينا أفكركم في النهاية بجميع حالات الانعكاس كنا عشان نجيب انعكاس نقطة حول مستقيم نسقط عن مود من النقطة و بعدها نقص المسافة من النقطة الى محور الانعكاس و ناخد نفس المسافة من الناحية الثانية يعني انه هذا القطعة حتطابق هذه القطعة و صار المحور كأنه العمود المنصف للقطعة طب هذه كانت الحالة العامة خلينا نشوف الانعكاس في المستوى الاحداثي لو نبغى نعكس نقطة حول محور ال X يعني النقطة حتتحرك بهذا الاتجاه يصر نخلي احداث ال X ثابت و احداث ال Y نعكس اشارت ولو نبغى نعكس نقطة حول محور ال Y يعني حتتحرك في هذا الاتجاه يصير احداث ال Y ثابت و احداث ال X نعكس اشارت ولو كنا نبغى نجيب انعكاس النقطة حول المستقيم Y يساوي X نبدل ال X مكان ال Y وال Y مكان ال X طب لو نبغى نجيب انعكاس نقطة حول اي مستقيم اخر يعني غير المستقيم X او Y او Y يساوي X نطبق الحالة العامة يعني اننا نسقط عمود من النقطة على المحور وبعدها نقيس المسافة وبنفس المسافة ناخذ الانعكاس و انتهينا من الدرس دورك الان تحلم السائل تتحقق من فهمك وتمارين الكتاب عشان تتأكد انك فاهم واذا واجهتك مشكلة كلمنا اشتركوا في القناة